التحالف العربي يعلن اعتراض صاروخ باليستي اطلقته ميليشيا الحوثي في سماء مدينة الرياض التي تقع في العمق الصعودي وتبعد مئات الكيلومترات عن اقرب نقطة حدودية مع اليمن التلفزيون الصعودي قال ان الصاروخ الذي تم اعتراضه بمنظومة الباتريوت لم يسجل اي اضرار مادية او بشرية فيما اكدت وكالة رويترز مشاهدة السنة من الدخان في سماء العاصمة الصعودية الصاروخ الحوثي الجديد جاء بعد شهر ونصف من اطلاق صاروخ اخر استهدف الرياض وتم اسقاطه بالقرب من مطار الملك خالد مطلع نوفمبر الماضي اطلاق الصاروخ تزامن مع صدور تقرير للامم المتحدة يتحدث عن قيام طهران بتزويد ميليشيا الحوثي باسلحة خطيرة ونشرت مندوبة امريكا في المبنى الزجاجي معلومات تفيد بان اجزاء من الصواريخ التي تستهدف الرياض صنعت في ايران المسؤولة الامريكية قالت في مؤتمرها الصحفي ان بلادها تمتلك ادلة على دعم ايران للحوثيين بالصواريخ والسلاح التصعيد الحوثي مستمر باطلاق الصواريخ بعد ثلاث سنوات من بدء عمليات التحالف واعلانها في الاسابع الاولى للحرب عن تدمير المخزون الصاروخي للحوثي الامر الذي يثير الكثير من الاسئلة حول مدى الدور الايراني في تزويد الحوثيين بالصواريخ طويلة المدى رغم الحصار المفروض على كافة المنافذ اليمنية البرية والبحرية والجوية اشتركوا في القناة